السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا وهو الدراسة في ألمانيا طبعا الدراسة في ألمانيا حلم كتير من الشباب والبنات خاصة بعد اندمام 45 جامعة ألمانية لقائمة أفضل الجامعات في العالم طبعا هنلاقي أن 12 جامعة من الجامعات دي بقت من ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم طبعا هنلاقي فيه أسئلة كتيرة جدا في دماغنا مثلا أنا ممكن أدرس في ألمانيا مجاني ولا برسوم طيب أنا لو أخدتش هذا من ألمانيا وسافرت بيها برا ألمانيا هل هتكون معترف بيها دوليا ولا لأ بعد كده ممكن اللي بيدرس طب يقولك أنا عايز إزاي أدرس الطب في ألمانيا برضو لازم يكون فيه شروط للقبول في الدراسة في ألمانيا إيه هي الشروط اللي عشان يعني إيه هي الشروط الشروط القبول للدراسة في ألمانيا طبعا حاجة مهمة كمان اللغة حد يسأل هل أنا لازم أكون عارف ألمانيا عشان أدرس هناك طبعا والحاجة بعد ما نعرف كل ده السؤال المعروف جدا هو إزاي أنا أقدم في الجامعات الألمانية طبعا ألمانيا في الفترة الأخيرة ديت كانت وجهة لكتير من الطلاب للدراسة فيها طبعا عشان الرسوم المنخفضة في ألمانيا طبعا العناصر اللي احنا تكلمنا فيها ديت اللي هي الخطوط العريضة بمعنى أصح هنحاول إن احنا نتناول كل مرة في الفيديو عنصر واحد منه ونتكلم عليه ونغطيه بكل الجوانب بتاعته فعشان الفيديو ما يبقاش طويل فهنتكلم النهاردة عن مثلا هل الدراسة في ألمانيا مجاني ولا لأ طبعا بكل بساطة هنلاقي إن 80% من الجامعات اللي في ألمانيا الدراسة فيها مجانية في بعض الجامعات بس بتطلب من 300 ل500 يورو في الترم ودي بتكون شاملة طبعا يعني حاجات بتقدمها للطالب زي مثلا كارت المواصلات اللي هو السميستر تيكت وطبعا دوت بيسمح للطالب إن هو يتحرك في كل المدينة اللي هو عايش فيها بالإضافة إن هو ممكن كمان يتحرك في كل الولاية تمام بتوفر له برضو بطاقة كمان بتسمح للطالب إن هو يكون عنده خصومات مثلا لو هيشترك في نادي رياضي أو هيشتري من أي محل حاجات وبرضو بيكون في خصم 50% على التأمين الصحي ديت في الجامعات اللي هي الغالبية في ألمانيا في بقى استثناء وده في ولاية باديم بيرتنبرج ودي في الجنوب الغربي لألمانيا اللي أنا طبعا عايشة فيها فطبعا الولاية دي الوحيدة اللي فيها رسوم عالية للدراسة ممكن توصل لـ 1500 يورو في الترم وطبعا دي بتكون لأي طالب خارج الاتحاد الأوروبي طبعا أنا هتقولي أنا هستفد إيه يعني مثلا بعد كل دوت طبعا ألمانيا بعد الدراسة بتديك سنة ونص فيزا بحث عن عمل ولو لقيت شغل طبعا خلال الفترة دي بتديك إقامة عمل وبعد إقامة العمل دي ممكن تتحول الإقامة دايما يعني بعد ثلاث سنين مثلا يعني أو أكتر أو أقل على حسب مش عارفنا الحقيقة على حسب الولايات يعني بتختلف ده كان الموضوع أول نقطة تكلمنا فيها عن الدراسة وهل هي مجانية ولا لا في ألمانيا أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا طبعا لو أنتوا عندكم أي أسئلة في دماغكم بخصوص الموضوع ده وأتمنى أن أنتوا تكتبوا وتقولوا لي بحيث أن احنا إن شاء الله نقدر نغطيها في الفترة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته